اشتركوا في القناة 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 واحد في ورقة تحت برضو فيها تانية تمام هنا بقى شباب من اجمل المناظر من اجمل الرسومات ورق حائط 3D الطلب مني يعني ده شغل ايدي انا لكن هو ده بينزل برضو منه الورق الحائط الجنب ده 6 متر شغلته في محافظة الفيوم زي ما مكتوب قدام حضراتكم وكانت تجربة برضو بالنسبة لي اختبار شديد قوي لان الخلفية بتاعته اسود كمبيوتر ويمحتاجين الشغل الوردة دي باللون الدهبي في صراحة لما اقاش طلب مني ان انا اسشغل الجنب ده انا ابدحت بتوفيق ربنا في الاول ربنا وفقني فان انا ابدع ان انا ابعد عن اللون الدهبي انا ماشغلتش باللون الدهبي صريح كده بالعكس الشغلت باللون الاصفر الجمع الى قدام حضراتكم هو اللي هو يديني الاداء اللي هو بتاع اللون الدهبي المائي وفي الوقت نفسه حاجة ما شاء الله طلقت تحفى يعني فاصعب حاجة هنا بقى في الجنب ده شباب ما تركز فيه تقدر تستنتجها انت قابلنا ما قولها اصعب حاجة في الجنب ده هي الوردة الملفوفة اللي اداب حضراتكو اللي هي الكبيرة اللي في النص اقرب كده بالكاميرا عليها واشوف الوردة ايوة الكادر بيقرب اهو اشوف الوردة بتحت يا شباب وردة مجسمة وفيها ضل وفيها شغلة حلوة اهو يعني ان شاء الله انا هبحث على جزء من مراحل الشغل بتاع الجنب ده وارفحها لحضراتكو بازن الله فالنجاح يا شباب سهل جدا لكن الصعب انك تحافظ على النجاح ده والله انا الحمد لله يا رب افخور اوي لما بستعرض بعض الشغل الواحد ربنا بيكرمه به في المراحل الماضية لانه بيترك اثر طيب ولمسة حلوة فانا بعمل كده يعني ايه زي توصيك للشغل ده علشان الشغل ده يستمر فترة طويلة يعني هنا بقى في شقة جميلة جدا لأحد الاصدقائي عز عليها جدا واتمدى يا رب يكون شايف الفيديو ده دلوقت تحيات لحضرتك يا استاذنا الطابلو اللي قدام حضرتكوا الطابلو النحاسي ده اولا تشوف وتحس ان هو بارز لو حد يختلف معايا في كده يتكلم ده رسم الطابلو ده كله رسم والحمد لله رب العامين يعني ربنا يصر كده والدنيا مشت حلوة اوي يعني طبعا الطرقة كان الطرقة ديقة وعمل نفع نفع اما هنا بقى فهنا بقى اكبر نفع رسمته في حياتي سبع متر اكبر نفع يا شباب سبع متر يا انهار بيض والله يوم ما كانش معايا عامل هو كان صاحب الشقة واقف اذا ايه جاهز كوباية الشاي ولا حاجة رسمت الجنب ده سبع متر يا شباب لوحدي تيابت اللجناب جرائد شدت التيب الشريط اللازق الكلام ده كله خد معايا ست ساعات الشغل الوحدي بفضل الله تعالى وزي ما انتو شايفين اهو الوردة والستنسل بتاعها والدنيا ده كلها وفي فيديو احتمال ان يكون موجود معنا في الفيديو ده مقطع في الفيديو ده وانا برشك شغل ده ورنيش يعني بصراحة يعني نفع عملاق نفع سبع متر يعد عربية نقل كبير يعني لو انت تتخيل كده والحمد الله كل حاجة فيه خدت حقها وانا عايز اقول لكم سؤال بقى يا رسامين يا فنانين وشاركون الرأي فيه يا طرى لما المكان بيبقى مش شطب عالي قوي ده بيشجعك انت كرسام انك انت كمان تبدع وتدي اعلى حاجة عندك ولا لما بيكون برضو التشطب حواليك ما احترام من النقاشين يعني واخواتنا لو نقاش مثلا تشطبه مش قد كده بتبتأثر انت بيه كرسام عايزين بس كده نشوف الموضوع ده في التعليقات يعني هسيبكوا بقى واروح لنافق تاني خالص بس باللون القفية مش على اللون الدخاني زي ديك هد اهو تشطبات ما شاء الله كلها عالي يعني اهو نفق تاني اهو ارتفاع اهو اربعة متر فيه تقريبا في خمسة متر او كده يعني برضو مساحة كبيرة ضخمة عندنا هنا يا شباب في الارياف مش موضوع شقع موضوع بيوت بيوت عيلة فدايما بدور الارض عندنا بيبقى ارتفاعه ايه اربعة متر وحاجة يعني تمام ارتفاع جامد الوردة بتاعته هي مجسمة وجميلة والحمد لله رب يعني ربنا وفقني فيه وتقريبا برضو خد معايا بتاعة اربع ساعات لان كان معايا العام المساعد بتاعي معايا موجود معايا لكن شوفوا التجسيم وشوفوا شغل السري دي عيشوا يا شباب مع الرسومات والله مش لازم يكون فيه شرح في الفيديو لكن استفيدوا ببعض استفيدوا من رؤيتكم للشغل استمتعوا بالشغل كورة هي المجسمة ولسعة الاضاءة اللي فيها الحمد لله رب العالمين كله بتوفيق ربنا وتمنى الفنانين الكبار يسمعوني صوتهم يسمعوني رأيهم يا فناني يا كبير يا اللي بتتفرج دلوقت وبتشوف الفيديو وانت سمعني وانا بكلمك لو سمحت اكتب تعليق اثبت حضورك بكلمة قول انا موجودة وتفرجت وقل لي رأيك شايف النفق شايف شغل سري دي الحمد لله يا رب التوفيق والنجاح من ربنا سبحانه وتعالى شوف حتى جوانب النفق فيها يا حب التطليل ازاي نروح بقى لأجمل شقة وأجمل فيديو هنا بقى ايه في جنبين موجودين في الحجرة الجلوس دي يا شباب شوف التأثيرات الخلفية الخلفية تفرق معك كتير قوي اما تعمل تأثيرات خلفية بلطة زي كده زي اللي انتوا شايفين يا سري دي وفقاقية عالية واضاءات اي حاجة بقى تعملها تظهر حلوة يعني عندك هنا تلات وردات ايه الوردة البلدي الملفوفة مفتوحة من نص وشوف الجنب ما يفرقش عن ورق حائط كتير يعني الحمد لله بشهادة الناس كلها يعني اللي شافوا الشغل وللعلم بالشيء انا بعد ما بصور بد وش ورنيش بالمسدس لشان الشغل يفضل ايه الورنيش بيحفظها اكتر يعني لكن ما بصورش قبل ما بدي الورنيش عشان ما يديش فلاش في الصورة يعني ان شاء الله يا شباب كل حاجة في دفاتري انا بقلب عليها عشان اطلحها لكم بقلب كده في فيديوهات القديمة وبجيبها عشان افرقوا عليها في نفسي بقى حجرة الجلوس الجنب المقابل فاكرين الوردة الفض اللي كنت بقولوكم عليها ايه على التنجيدة باللسود شايف التنجيدة ده برضو جنب ورق بينزل كمبيوتر بينزل ورق حاط تمام جاهز لكن انا الحمد لله لما اطلب مني ان انا انفزه ربنا وفقني ونفسته والحمد لله النتيجة زي ما حضركم شايفين ايه رأيكم حطوا نفسكم في التجارب دي على فكرة والله والله حقيقي يعني من الحاجات اللي هي فرقت معايا قوي الاختبارات اللي زي كده ان انا ماكررش مافضلش اكرر من الشغل اللي انا بعمله لأ الزبون يجيب لي اي جنب هو عجبه على النت انا بقول له كده بقول له بص حضرتك شوف في الشغل اللي يعجبك ايه وقل لي سواء بقى هو كمبيوتر ورقة حقيقي يعني او شغل الرسام زميلي علشان ايه علشان اكبر نفسي ان انا انافز ده وبفضل الله الجنب ده لما نجح اطلب حوالي عشر مرات زي شغل النفق كده لما اول جنب نفق رسمته نجح اطلب مني حوالي يجي خمستاشر مرة نفق تمام اتنقل بكل جنب تاني اهو وده كان في بداية شغلي وتعليمي برضو يعني ما كنتش يعني ما كنتش يعني مية مية اوي يعني في شغل رسم الورد وكده لكن الحمد لله كنت بحاول ان انا اطلع السلم اهو ده كده في البدايات يا جماعة ده جنب كان في البدايات في بدايتي من حوالي يعني نقول سنة ونصف سنتين كده في بداية شغل سري دي يعني بالنسبة لي انا شايف انت تأسيرات المية تحت طبعا بقى تأسيرات المية دي انا الحمد لله لان ده بقى دخلت انت في لمسا حتة طبيعي كده فدي بتبقى جميلة قوي اما الوردة زي ما انتم شايفينها كده يعني كان المفروض الوردة يعني يبقى فيها سنة ايه حاجة كده غمقان في القلب شوية هي دي اللي انا حبيت ايه انا اقول الاخطاء اللي عندي قبل ما غير يقولها الوردة هنا كان ينقصها حبي لون غامق سنة من القلب عشان يبين لي السري دي والعمق اللي في القلب شوية لكن الحمد لله الخلفية كانت حلوة للسنس البتاحها حل القور كويسة وجميلة فضل الله تعالى وانا برضو مستني اسمع رأيكم تعبا نشوف العسل اللي واقف ده الحمد لله يا رب جنب في قضة الجلوس وبرضو كان في شقة الجنب صاحب الشقة اختار الجنب ده وشوفوا بقى لما تتحط انت في جنب موجود فيه باب اصلا فبتبدأ تشغل على هذا الاساس انك انت تصبط الرسمة بتحتك وتتعامل مع الباب اللي موجود باب الشقة دايما المناظر يا شباب بنرسمها فيه اللي جنب المقابلة للباب الشقة اللي باب قطة الجلوس قاسف باب قطة الجلوس كده بتلاقي نفسك هي الجنب اللي مقابلة على طول هو اللي بترسم لكن ده لما طلب مني اشغل اهو زي ما تشايفين الباب وهو موجود اهو اللي هو باللون الغامق ده لما طلب مني ارسم قاله احنا عايزين نرسم الجنب ده مش اللي في الوش فالحمد لله زي ما تشايفين كده القامرة اللي فوق والكتف اللي هو عبارة عن بلوكات ده وفيه برضه قاعدة تحت اهيه والعمودين الرفيعين دول مع لقطة المنظر الطبيعي تحس وكأنك انت في المكان جزء كده من شاليه يعني شغل بقى البحر والشاطئ والجزيرة والكلام ده ده اللي احنا بقى ايه قدام حضراتكم اهو بالمناسبة يا شباب لما بنجي نرسم جزيرة زي كده او بحر مفتوح انا بقولك تجيب تقسم المساحة بتاعت المنظر بتاخد التلت اللي فوق للسماء والتلت التحتان للبح والتلت التلت الوسطان للبحر والتلت التحتان وخدس للرملة عشان كده تلاحس حاجة ان انا حاطت المساحة التلت التحتان للرمال باللون الاصفر الجملي كده هتلاحظ الرملة ايه موجودة وفيه رغوة مية كده رايحة عالية دفعة مية اللي هي جاية من ايه من الامواج وكده جاية على ايه على الرمال وطبعا الجزيرة هنا قريبة من المية قوي وفيه مركب في النص وفيه جزيرة هناك وشغل حلو بيفتح نفس الزبون ويفتح نفس الناس حس بالطبيعة شوية الحمد لله اهم حاجة النسب ابوصي اخواتي في المناظر الطبيعية يا جماعة راعوا النسب شوف انت المركب دي في المكان ده حجمها يبقى ايه الشراع بتاعها حجمه الرجل اللي الراكب في المركب دي بقى حجمه دي ايه اسأل نفسك الاسئلة لكلها يا شباب ما تنسوش تشتركوا في القناة الى اللي ما اشتركتوش لحد دلوقت ان شاء الله نوصل عشر تلاف مشترك قريب باذن الله تعالى عشام ربنا كبير ان شاء الله يا رب انا برايا على حضراتكو باذن الله تزودوا المشتركين عن طريقكم شايفين شايفين تأثيرات المية بفرشة الفيعة كده وابدأ اسحب تأثيرات المية باللبيض تديك الرغوة اللي هي على الايه على الارضية نروح بقى الوردة حلوة تاني فاكرين النفق اللي هو كان بالبني النفق البني تمام على الارضية كافية بس ده فشقة تانية غير اللي احنا شوفناه في نفس الفيديو من شوية لان ده الارتفاق بتاعه قليل شوية تعالوا نتكلم في رسم الوردة دي ازاي هنرسمها بالتفصيل واحدة واحدة لان انا مش مصرع الفيديو فيها يعني سرعة خفيفة يعني يا شباب بعد ما رسمنا الوردة بالتبشير او بالقلم الرصاص ملناها باللون الاحمر الشطف ومسكت مسدس الرش معايا في ايدي ومسكت الفرشة في ايد اهو انا عايزك بقى تستفيد او من الحتة دي ازاي ان انا بجيب ورقة فوق وورقة تحت اتضل يا شباب بص المسدس يعمل ايه ركز كده شو المسدس يعمل ايه ورقتين مع بعض اهو ارجع بقى بالفرشة بقى يلا بالفرشة ايوه اهو سهلة جدا سهلة جدا جربها 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 وتدعيلي جربها يا شباب وهتدعولنا ان شاء الله اهو زي ما انت عايز عايز بقى الورقة دي فوق عايزها تحت انت بتتحكم فيها بالفرشة كده ولم التغبيرة عايز بقى اعمل القلب يا شباب اه انا خلصت هنا بالحتة دي كده عايز اعمل القلب بصف القلب بقى اهو ابدأ ارسم القلب بمسدس الرش احدد الضل اهو حواليك كده بعتمة باضاء بضل ويه بالفرشة واجه اعمل زي الكاسة صغيرة ادي الكاسة اهي وشوية ابيض مع احمر وابدأ اه قدي لسعات كده على حروف الورقة كل ورقة قدي لسعة كده قبل لابيض مع الاحمر عشان اظهر بس حرف الورقة لان الحرف هو بيبقى عالي شوية فبمعرض للضغط اهو اهو طيب القلب اللي احنا اه ملناه بالفرشة دلوقتي يكون نشف بسرعة ادخل فيه بمسدس الرش وابدأ ايه اجسيمه بقى تعال كده بمسدس الرش شوف انا اقطعه ازاي اهو عملت فيه فرق كده وبالفرشة واجه اعمل ايه ورقة هنا وورقة هنا خلاص خلصت ظهر قدامك اهو كاسة قعدة ورقتين من جوه بعض او تلات اربع ورقات من جوه بعض بالشكل ده والله يا شباب بتوحشونة يعني سبحان الله الواحد يعني مش عارف يقول لكم ايه يعني خلاص تعودنا على كل يوم فيديو وتعودت ان انا اتكلم معاكم وتعودت ان انا اسمح تعليقاتكم الحلوة فربنا ما يحرمناش منكم يا رب خل اللي استفادت عم خل الناس كلها تتفرج خل الناس تسمع عن القناة سمعوا زميلكم عن القناة يا شباب اتمنى يا رب يكون الفيديو نالاعجابكم الوردة المفتوحة قريبة او من الوردة اللي شفناها في الجنب سري دي في اول الفيديو الوردة البلد المفتوحة في مفتوحة من نص كده اهي بص انت طبعا انتوا شايفينها اللبس لبس تقيل اهو مرة هتلاقي مقطع لبس فيه لبس خفيف ده صيف قريب وده او بعيد وده مقطع او من فترة وده مقطع لبس فيه لبس تقيل يبقى ده في الشتاء فانا جايب لكم مجموعة متنوعة من الرسومات والفيديوهات اللي لقيتها موجودة على على الموبايل عندي فقلت بيه بالمرة ايه نرفحها للناس ويه اللي عاجبه حاجة ياخدها بقى بقول لكم هنا ان انا بعتزل لسوق التصوير طبعا يا جماعة كل مدى بنتطور وكل مدى بيه بقول ان انا يجيب اه دي المكتوب بقول يجيب تنظيف الكاميرا قبل وبعد قبل التصوير يعني مفيش مشكلة ماشية فنان شفت الوردة اتجسمت ازاي اهو شوف بنعمل تانيات كده بالمسادة صراش مراحل الرسم كاتب هكوا بالااااا بتصليل الوردة وبالمسادة رسم الوردة من الداخل ثم التصليل تفتيح بقى المسائحات واللم غابرة المسدس التعرش بالفرشة يا شباب لكل مكتد النصيب بتنسوش الاشتراك في القناة انا بقدردش معاكم انا بسجل الفيديو ده الساعة اثنين تقريبا انا صايم وانتو عارفين بقى الواحد لما بقى صايم بتبقى البطارية فاصلة شوية ومحتاجة شحن يعني بطاريات يعني البطارية بتاعتنا مش بتاع المجويل شوف التانية شوف لما بتلمي بالفرشة ركز 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 الله يكرمك عايزينك يا جماعة اللي ينفذ حاجة من اللي بيشوفها يعرضها لنا على الواتساب ويقول لنا يشاركونا معاكم يعني شاركونا معاكم تمام يا شباب يا فنانين انا بفكركم بالفيديو بتاع انبارح السلسلة اللي انا بدأتها يا شباب انا بدأت سلسلة رسم وردة ارسم وردة بالقلم الرصاص ايه الهدف من السلسلة دي يا شباب الهدف من السلسلة ان احنا قبل ما ارسم الوردة على الجنب زي اللي انتوا شايفينها دي لا انا عايز اتعلم زي ارسمها بالقلم الرصاص فانا السلسلة بدأناها مبارح لكن للأسف يا شباب لحد الان يعني التفاعل بسيط يعني ما تقريبا مت مشاهدة ولا حاجة لا انا عايز مشاهدات اكتر ان شاء الله انت معاك واي فاي يا شباب يا شباب معاك واي فاي بقى شبكة واي فاي ما تستخسرش فينا المشاهدة طيب ما تستخسرش فينا المشاهدة يعني انت معاك شبكة واي فاي يا شباب طالما معاك شبكة واي فاي يا عم اشرب كده كوبايت شاي ربع ساعة هتلاقي الفيديو خلص ما تصرحش الفيديو مش عارف ليه كده ليه الاقي ميت مشاهدة عاملة ثلاث ساعات يعني انا الفيديو بتاع 20 دقيقة اضرابها انت بقى في ميت مشاهدة لو مشاهدات بقى باخلاص بقى مشاهدات اخلاص فعلا ناس مخلصة هتلاقي ميت مشاهدة مية في عشرين بقى الفين الفين دي يعني الفين دي يعني شوف انت بقى اقسم على ستين بقى تلاقي اكتر من تلاتين ساعة انما لقي ميت مشاهدة يا شباب تلات ساعات هو احنا خلاص يعني يا شباب بنفرض نفسنا عليكم او كده لا انا عايز الناس كده بجد يعني يا سيدي انت معاك شبكة واي فاي لو انت مش عايز استفادة خالص خلي غيرك يستفيد شغل الفيديو يسيده يسيبه مش عايز يقولك سيبه جنبيك يكمل لوحده مش يتخسر حاجة يعني بس يبقى غيرك يستفاد يعني فيديو بقى بتاع المقطع لدامكم ده وقا هو انا اخترت مجموعة يعني عشوائية كده عينة عشوائية يعني شايف انت الطابلو بقى ده بيطلب مني فترة طويلة لدرجة ان انا اقول لكم ايه يعني كل شقة اروحة عايزين الطابلو ده طبعا بداية الطابلوات دي يعني انا شفتها بصراحة عند استاذ احمد عمارة يعني الله يضله الصحة الراجل والراجل الله يبريك له يعني ما بيردش على حد بتشكرينها فانان احمد عمارة والبقاء لله في خالك لان انا عارف ان حالة الوفاة انت متأثر او بيها فاحنا بنوذرك يا فنان البقاء لله في خالك الله يرحمه ويحسن اليه ويسكنه فسيح جناته فانان احمد عمارة يا شباب راجل طبعه هادئ قوي وكلامه قليل لكن ما شاء الله عليه شغله رنان وده رأي فيه انا رأي فيه بصراحة ومن غير ما يعرف ان انا بتكلم عنه وممكن ما يكونش بيسمع الفيديو ده اصلا لكن انا بقول لكم لو دخلت على الفيس على الموقع تواصل اجتماع فيسبوك اكتب في البحث كده ايه احمد عمارة لا هو غير اسم الفيسبوك بتاعه دولة تسمى ملك الفن اكتب بالعربي كده ملك الفن هتلاقي صورة كده شاب واسيم كده على هتستمتعه بشغله قوي يعني المهم شوف انت الطابلو عبارة عن زي مصورة كده فوق وتحت على الجناب فيه استنس الحديد بنبدأ ندي فيه لها ساعات بالابيض وطبعا المسادسة اللي معايا كان كبير ربع والدنيا كانت ماشي حلوة الحمد لله الفكرة هنا في السري دي بتاعها ان انا طلع المية تخرج المية كده ايه المية تخرج ايه من المنزر الطبيعي قال ايه تخرج بقى بره خالص وتنزل على الوزرة تحت بتاع الجنب حاجة كده تعملت وعجبت الناس والطلبت كتير يا رب تنفذوها نفذوا دي يا شباب طبعا مكان المصورة اللي فوق ده شريط تيب من اللي هو التلاتة سنت وبعد ما بتشيل تيب بالفرشة كده وبتحدده بس بتعرجه كده تعريجة كده بيديك زي ايه زي شغل المواسير اللي يبتع الستاير يعني ولمسة حلوة بالفرشة جوه حبة اشجار مع حبة المية وفي الاخر حبة المية دي شوية المية دول بتيجي سحبهم على ايه ينزلوا بقى طلعوا بره الطبلوغ خالص كده بالشكل الجميل ده بتعجب الناس قوي ويحسوا كده ان المية ايه هتغرق الشقة يعني باختم الفيديو معاكم شباب بأخلى طبلوهات مرت علي الموسم اللي فات الطبلوغ الجميل قدام حضركوا ده كان في قط النوم فوق السريع على طول وده كان طبلوغ في الصالة او فوق الغلوس شباب انا استمتعت جدا جدا بوجودي معاكم وكل عشم وكل املي الناس تشارك الفيديو تشارك اللينك على اي موقع تباصل اجتماعي لله ساعدوا اتجاد عنوا شجعوا شجعوا كل منتج حلو اي ما تطلع على يوتيوب وتلاقي محتوى حلو شجعوا يا اخي والله هتكسب سواب والله انت تاخد حسنات ايه عايز اكتر من كده حتى اللي بيعمل الحاجة دي حس ان هو ليه ايه موليه قيمة والناس بتهتم بشغله يا ما شغل تافه قوي وللأسف الاف المشاهدات وملايين المشاهدات وشغل تافه ما يسواش اي تلاتين لازمة عايزين اي منتج حلو يجي قدامك خدها قاعدة كده دخلت على يوتيوب اي عمل محتوى حلو هيخدم المجتمع شارك عليه وشجعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته